هل فيه ظهر أجهزة جديدة في مجال تنسيخ القوام؟ دايماً كنا بنقول الفيزر والجيب لازمة عملوا طفرة كبيرة في عالم تنسيخ القوام في إزابة الدهون وفي شد الجلد وجي بعدهم الاندوليفت أضاف قوة كبيرة جداً خصوصاً في الوجه وفي الرأبة والاندوليفت مسته برضو أنه هو بيشتغل على الدهون وبيشتغل على الجلد لكن كان دايماً بتوقف عندنا نقطة مثلاً لو أنا واحدة حملت مرة اثنين تلاتة عندها دهون عندها جلد ماشي الفيزر والجيب لازمة يحلوا المشكلة طب لو العضلة ضعيفة كنا هنعمل ايه؟ للأسف الفيزر والجيب لازمة ساعتها كنا بنقول لا مش هيبقوا كفاية لأن حتى لو فردت الجلد والبطن قبل برة والعضلة ضعيفة ما خدتش الشكل الفتاة أو السيدة منتظرها كمان الرجال عندهم مشكلة الكرش دي منسبة 80-90% هي مش دهون خارجية بس لكن عضلة ضعيفة بسبب عادات الأكل والأكل بالليل ونشرب والنام وكتير من الرجال في مصر وفي الوطن العربي متعود يأكل ويعني يبقى طول اليوم شغال برة ويروح يأكل الوجبة الأساسية بتاعته بالليل ويدخل ينام فده بيعمل ضعف جديد في العضلة فكانوا يقولنا نقول لهم الحقيقة الفيزر والجيب لازمة هيشل لكم الطبقة الخارجية بس لكن هيفضل نقطة العضلة الضعيفة دي حلها الوحيد هو الجراحي فالعضلة الضعيفة برضو بمديها شكل من أشكال الطرق البطن طبعا بتبقى البطن طلع على البر بر مفيش جلد متراهل حتى لو شلنا الجلد مجدود عليها ومفيش طبق الدهون هتقل طبعا البطن شوية بدل ما هي مسلا طلع خمستاشر سنتي بر لا هتبقى سبعة بس مازال ده ضعف في النتيجة مش النتيجة اللي احنا منتظرينها فكان البحث بتاعنا عن ايه ايه ازاي اجيب حاجة بقى تشد العضلة اللي عاملاني المشكلة دي اللي دايما وقفة مش قادرانا ناخد النتيجة المثالية لغاية ما عرفنا عن الجهاز الجديد وده يعتبر يعني احنا من اول الناس اللي جيبناه في العالم جهاز الـ EMS او اللي هو الـ Electromagnetic Muscle Stimulation عبارة عن جهاز بيشتغل من برة بات كبيرة كده بربع حجم البطن بتتحط على البطن ومتوصلة بالجهاز الزبزبات اللي بتطلع من الجهاز دي زبزبات Electromagnetic بيحول الزبزبات الـ Electromagnetic موجات كهروماغناطيسية بتنشط العضلة كأن الشخص ده بيلعب رياضة في الجلسة الوحدة كأنه مثلا عمل عشر جلسات مركزة على العضلة دي كأنه عمل عشر جلسات في الجيم او راح عشر ايام في الجيم اللي هو مثلا محتاج له شهر عشان لو هيروح مثلا تلاتة يام في الاسبوع هيحتاج له شهر عشان ولو بيشتغل على العضلة دي بس عشان يقدر ياخد نتيجة قريبة للنتيجة دي الجهاز مش بس فادنا بانه هو الشخص بيقعد ريلاكس الجلسة بتتعمل في ساعة الربع او نص ساعة ممكن نعمل عضلات كتير في نفس الوقت ممكن نعمل البطن ممكن نعمل الفردين ممكن نعمل الزراعين ممكن نعمل الشولدر ممكن نعمل عضلة البنش ممكن نعمل الهانش في السيدات ودي الحاجات اللي فعلا كانت نقطة ضعف مش موجودة عندنا او الهانش الصغير اقدر احقنه اقدر احط سيليكون لكن العضلة السقطة والعضلة النايمة بتاعت اللي بتخلي الهانش صاعت قوي كانش عندنا حل ليها اصبح لا اقدر اعمل وتحفيز للعضلة اللي تخلي الهانش يعني مرسوم بطريقة اه ممكن صعب انها كان يمكن تحقيقها اقدر افسر كل عضلات الجسم اشتغل على العضلة اللي انا عايزها اللي عاملة ضعف في جميع انحق الجسم مش بس البطن احنا بنتكلم ده كله على الاشخاص العاديين اللي عايزين يرسموا جسمهم ممكن الدراعات برضو اه الدراعات طبعا وفي ناس عندها ضمور في اماكن معينة في العضلات اه هو مش مش علاقة بالجلد هو ده هيشتغل على العضلة الضعيفة في المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها هو ده بيتعامل قبل الجي بلازما والفيزر يعني قبل ماشي للدهون حفظ العضل وممكن بقاش المشكلة خالص فيها تراه الجلد يعني ممكن محتاجش الجي بلازما ممكن يبقى اه زي ما قلت لحضرتك اه دهون اه لا مش دهون عضلة ضعيفة مثلا في السكء في البطن طيب اللي عنده اللي اتنين انا قصد دي اللي عنده مثلا كرشة او بطن مكونة من اتنين مكونة من طبقة ضهون كتيرة ينفع اعمل دي الاول وينفع اعمل دي الاول اه يعني ينفع اه بالزبط اه وبرضو السيدة اللي حملت مرة واثنين وثلاثة عندها ضهون وعندها الجلد فيه شوية تراهل وعندها عضلة ضعيفة اه الحل التقليدي زمان ان انا اعمل شفط ضهون وشد العضلة بجرح وكده لا دلوقتي طالما اصبح عندي جهاز بيشتغل على الدهون وجهاز بيشتغل على الجلد وده كله اللي هو الفيزر والجيب لازمة وبدون جراحة واصبح لان كان بتقفى عندي نقطة طب العضلة هعمل لها ايه لا فاوقات كان يجي لنا بعض شون كده دايما نقول الفيزر والجيب لازمة كانت بتحللنا تمانين في المية من الحالات لكن كان فيه عشرين في المية بقول لها العضلة عندك ضعيفة الشكل مش هيبقى مثالي حتى لو الدهون دابت هيفضل فيه بطن طالع الزهرة وتبقى بوازة اللبس برضو فمش النتيجة المثالية يبقى لا اعملك فيزر وعملك شد تجميلي او جراحي دلوقتي في الحالات المتوسطة اللي ما فيهاش ضعف جديد ولا افتاء في البطن ولا كلام زي كده اقدر اعمل ده بجهاز الـ EMS أو الالكترو ماجنيتك مصر استيميليتور دوت وشد العضلة وضيع الخسر بجلسات خارجية ويبقى تجنبنا الجراحة في عدد اكتر نقدر نقول بقى ده احنا كده وصلنا فوق التسعين في المية من الحالات مش هتحتاج الجراحة على الإطلاق